ايها الحلال العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم و حلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة ايه بقى ده؟ بص على الصورة في مصر فيه كتالوج بتمشي عليه كل انظمة عشان تعرف تسبت حكمها الكتالوج ده ملخصه كده اديني في الهيافة وانا حبك فانا الناس اشغل الناس بنفسها قبل ما تنشغل بيك كبر لهم في قضايا تافع عشان تشغلهم عن القضايا الحقيقية وقضايا مصيرية ويمكن اكتر مشهد في السينما المصرية لخص لعبة المسئولين في شغل الناس عن القضايا المهمة كان المشهد ده للرائع احمد فؤاد سليم من فيلم خلويس بص بقية على المشهد ده يفتح مش جافة الانزم بحاجة وما زاله مسلسل الدماء مستمنى عشونا قطيلا واربعين جريحة أصل استدام قطال بهتوجيس نقل عين مل المسئول عم خليفة كالعادة عم تتقدم الحكومة باستقالته حكومة ايه اللي تستقيل يا فانا؟ لو كل حدثة حصلت الحكومة تستقيل فيها ما فيش حكومة عتعمر أسبوع الهجة دي عدت قبل كده ومشي اه الموجة عالية المراتي حاضر حاضر يا فانا مع السلامة اه حاضراتك انت عايزني في حاجة يا فانا؟ اه ده زفت الاهلي والزمالك مش هلعبه قريب؟ تا من امتى انت ليك في الكرة يا فانا؟ ليه يا في الزفت الكرة هلعبه امتى؟ لا ده مش هلعبه قريب خالص ده الدوري مقوف واي ده ايوب ما نزلتش حاجة جديدة واي ده مين ساعتنا؟ واي ده ايوب فنانة الممثلة اللي بتحب تشارك بمهورها لحظاتها الخاصة بتعرفها اللي انت عرفاش؟ لا ما عرفاش ازاي يا فانا؟ لا الحيان هي مكتابة شوية عشان في المعلق يغسرت لا ده ما نزلش عالبومه الجديد لا ده نزل من زمان حتى كانت في قصة كبيرة قوي على برج الحود بس خلاص نعمت اه الحكومة دي شكلها مش هيعمر الوضع عليه اخبار ويه؟ الناس نزلش كيه مع النات بس خلاص عنده جلسة بكرة واعتقد ان القضي هدير بابا اه خلو الناس بقى تشتي مع النات زي ما هي عايزة قليش هعم علي؟ قط عمر معانا شوية قليش؟ قليش هده الحقيقة عبقريته انها بتلخص تفكير المسؤول عشان يهرب من مصيبة عملها ويشغل الناس في الكرة او في الفن او في الجنس على فكرة عملها قبل كده الراحل عطف الطيب في فيلم الهروب لما بدأ يشغل الناس مرة بالجامعات الاسلامية ومرة بحمد زكي اللي بيهرب ويهربوه عشان الناس تتكلم في اي حاجة في الدنيا ده اللي بيطبقوا نظام السيسي حرفياً يشغل الناس في قضايا الكرة واخناءاتها ورمزها واكبر رمز للقصة دي هو النجم نجم الالهاء في كل العصور مرتضى منصور نشوف كده الدولي العالم بتتكلم في ايه؟ او دي ميكس اخناءات توركي قال شيخ اهدى الخطيب ساعات بمئة مليون جنيه والخطيب باع الساعات في محل ساعاتي في الكربة ضبط مخابرات تورت مع مرتضى منصور اي كلام اهري كهربا يرد على التامات مرتضى منصور واقل جمعة يرد على مرتضى منصور منصور يرد على واقل جمعة ولده كان بيلعب مجاملة محمود الخطيب اهانة تاريخ الاهل في فيديو مفابرك كلا بص الناس توقعه تهري اشغل الشباب بالكلام اللي انت ورايا دلوقتي ده او اشغله بقضايا تانية خالص الناس اللي ملهاش في الكورة قوي زي الستات والبنات والجو ده او الشباب اشغلهم بقضية البنات اللي على التيك توك او اشغلهم بالفنانات ولبسهم او اخلق قضية تفهس مع قضية التحرش وكبر في القضية اهو القبض على فتاة التيك توك وخش بقى هدير الهادي ونسمة ابراهيم ونجاح مش عارف مين وقصة دي بص معلم القبض على فتاة منار سامي خش بقى بسانت محمد كله بقى في المواني يا ابا كله سقوط فتاة في قبضة الامن القبض على ريناد عماد داخل كافية ناجل فنان شهير ومنار سامي رانيا يوسف تصير الجدل بصور جريئة بعد ايام من مشاركتها بحملة فتح المتحرش فاضيحة متحرش باكتر من مئة طالبة طالب الجامعة الامريكاية ايه اشغل الناس وطبعا القضايا دي يا حضرات رغم انها بتشغل كتير من الناس لكن الحقيقة بتفضل الشريحة ما بتهتمش قوي بالحاجات دي فنشغل الشريحة دي بايه ما لهمش في الكورة ما لهمش في فتاة التك توك ما لهمش في رانيا يوسف وصدراء الاريان ما لهمش في الحاجات دي نشغلهم بايه حلو قوي نطلع لهم لقمة الايش نطلع عينهم في الاسعار ونكعبلهم كل يوم في الهم اليومي والقرارات الغريبة مكس رفع الاسعار خش بقى قرار تحويل السيارات من البنزين للغاز سيشمل اتنين مليون سيارة والتنفيذ لن يقل عن عشر سنوات يا صلاة النبي بعد زيادة الاسعار بنسبة ابتداء من يوليو غضب شعبي ومطالب لتأجيل قرار رفع اسعار الكهرباء الى يونيو عشرين واحد وعشرين كمل كمل يعني التفاصيل رسوم الكارتة على جميع الطرق الجديدة والمحاور اشغلهم كعبلهم بعد تفعيله كل ما تريد معرفته عن قرار وقف البناء ستة اشهر السين جيم خش بقى والناس بقى تدور على لقمة العيش وتدور على قصص دي فتتكعبل حدش ياخد باله جوع كلبك يدبعك اما السياسيين واللي ملهمش في الكورة برضو ولا في الحاجات التانية فبدل ما تشغلهم بسد النهضة خلين نشغلهم بالكراسي والمنافسة على ترطة مجلس الشيوخ كان هلامي كده ملوش اي تلاتين معنى اسمه مجلس الشيوخ يلا يا معلم الديني كده انتخابات لاختيار اعضاء مجلس الشيوخ في 11 و 12 اغسطس يلا بقى والناس تبقى تبتدي تعمل جو في القصة دي وسببهم تشتغل وفرش يشتغل اما الاستراتيجية التانية بقى فاخيرا اصنع عدو وهمي وحشد الناس وراك عشان تحارب العدو الوهمي ده عشان تشغلهم عن عدوهم الحقيقي وعن المشكلة الحقيقية زي الخبر الوراك ده سرت والجفرة خطة احمر نشغل بقى الناس ونخش بقى نتكلم جيشنا ولا جيش الوفاق جيشنا ولا جيش تركيا كل دي قنابل دخان كل دي قنابل دخان وقضايا الهاء وانهاك وحروب وهمية هدفها الوحيد انها تشغلك عن مصير او عن قضايا مصيرية كبيرة بيعملها النظام زي مصيبة سد النهضة مثلا او العطش الجاري او الغاز اللي استولده من ولد عم الصهينة او بيع التلان وصنفير اللي باعها او مية النيل اللي هيوديها للكيان الصيوني او دوره في صفقة القرن وبيع القدس وضم بقى الحاجات كل مصيبة من المصيب دي الوحدها كافيلا انها توقع عن النظام ده وتفقده شرعيته وتخلي الناس تثور عليه ده اذا كان عنده شرعية ده اصلا ما عندهش شرعية الا شرعية واحدة بس السلاح وما عندهش قانون الا قانون واحد بس الرصاص فطبيعي ان تزيد قنابل الدخان عشان تعيش حضرتك مصطول مت كعبل في حكاوي الاهاوي عن فستان رانيا قد ايه او خناءة مرتضة والتركي الشيخ وكهرباء والخطيب اهم حاجة انك تمشي جنب الحيط هي دي المهمة اوي امشي جنب الحيط امشي جنب الحيط باي حاجة مش هترضي النظام باي حاجة غير انك تمشي في سلام وسلام هنا مش معناها كويس سلام معناها انك تمشي جوه الحيط وزي ما قال احمد فؤاد نجم زمان كلمتين يا مصر يمكن هم اخر كلمتين حد ضامن يمشي امن او مقامن يمشي فين النظام عايزك تمشي في سلام بس وحتى السلام ده انا والله يا ابن عمي ما اضمنه لك لان احمد مطر الشعر الكبير قال كنت امشي في سلام عازفا عن كل ما يغدش عازفا عن كل ما يغدش احساس النظام لا اصيخ السمع لا انظر لا قبل عريقي لا اروم الكشف عن حزني وعن شدة ضيق لا اميط الجفن عن دمعي ولا ارمي قناع الارتسام كنت امشي في سلام كنت امشي في سلام فاذا بالجند قد سدوا طريقي ثم قادوني الى الحبس وكان الاتهام ان شخص مر بالقصر وقد سب الظلام قبل عام ثم بعد البحث والفحص الدقيق علم الجند بان الشخص هذا كان قد سلم في يوم على جار صديقي في الاحلام